مساء الخير تدافع إيراني سعودي يعقب يوم الحجيج الأسود في مشعر ميناء فطهران أخذت على السعودية سوء الأمانة والتنظيم على أرفع مراسم إسلامية وطالبت بإشراكها في التحقيق حول كارثة مكة والتدافع جاء على صورة الشائعات أيضا ورمي الجمرات على السلطات المنظمة لموسم الحج عبر نشر مقاطع مصورة لا ترتبط بواقعة ميناء وقد رجمت المملكة قياما وقعودا وبعض الانتقاد ذهب إلى مرور موكب أميري كان سببا للمأساة ما نفته السعودية نفيا قاطعا وتأكد أن ما يتم عرضه يعود تاريخه لثلاث سنوات خلات لكن ما لا يمكن نفيه أن النظام سقط من يد السعودية في لحظة تدافع وأن المنظمين فقدوا السيطرة على التيار الأبيض المتهافت للرجم فحقق الشيطان مكاسب على أطهر أرض وما لا يمكن تجاهله أيضا أن الملايين صرفت على توسعة الممرات وزيادة الطاقة الاستعابية للحرم المكي وكل ما يتعلق بشعائر موسم الحج لتصل إلى أسوأ كارثة بشرية منذ خمسة وعشرين عاما ولأن سوء الإدارة في المشاريع الإنمائية داخل المملكة غالبا ما يؤدي إلى نتائج كارثية كحال الجسور عند الأمطار في مكة وغيرها فإن التحقيق هذه المرة يقع على عاتقه حرم ديني ولا يجب أن يستسهل الأسباب ويضح بالضحايا ويلقي باللوم على الحجاج لأنهم لم يلتزموا بالنظم المتبعة فمليون حاج موزعين بين طبقات عدة سيكون من بينهم حكما مئات الآلاف الذين يتصرفون على سجيتهم بعضهم قد لا يحسن قراءة الشعارات المكتوبة وآخرون تأخذهم طاقتهم الإيمانية إلى الاندفاع ولو أدى ذلك إلى الموت في بيت الله الحرام كارثة من أحدثت سين جيم على محور إيران السعودية بعدما منيت الجمهورية الإسلامية بخسارة عدد كبير من الحجاج فيما لم يعرف بعد مصير كبير ديبلوماسيها ابن لبنان السفير غضانف الركن أبادي مع ترجيح أن يكون قد أصيب بجروح سين إيران تقتصر على مناسك الحج في وقت ترتفع أسهم السين السورية في بورصة التداول العالمية بعد دخول روسيا لاعبا قويا جو أرض وبات العالم يحكي لغة أسدية بين ليلة وضحاها وهذا ما أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قبيل لقائه نظيره الأمريكي حيث اعتبر أن الوسيلة الوحيدة لإنهاء الحرب في سوريا هي دعم الرئيس بشار الأسد هذا الاسم هتفت به أنجيلا ميركل في الاتحاد الأوروبي ووافقتها فرنسا وبريطانيا وتحايل التركي على العبارة بدعمها اتفاقا انتقاليا في سوريا فيما اعتبر وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أن الولايات المتحدة وروسيا يمكن أن تجد مجالات للتعاون بشأن سوريا ملامح التعاون تبدو عسكرية حكما لأن اختصاص وزير الدفاع عادة هو الجبهات والتنصيق العسكري ولا يبحث كارتر مع روسيا سبل التعاون في منظومة الشمندر السكري بل في ساحات حرب أصبحت موسكو قيصرا على سمائها وتدرس إمكانية الاشتراك في التحالف الدولي ضد بعش ترجمة نانسي قنقر